الحمد لله هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه المبادرة بالأعمال بالخيرات قبل هجوم الصوارف والقاطعات موت مرض شغل فتن ما أكثر الفتن في زماننا وما أشد تلاطمها فتن الشهوات عري وسفور تهتك وفجور فتن الشبهات عقائد منحرفة إلى الإلحاد فرق متعددة تشكيك في أصول الدين وثوابته فتن عامة فتن خاصة فتن عمياء فتن مقبلة وأخرى مدبرة فتن تذهب العقول وتدع الحليم حيران ولا تدع بيتا إلا دخلته فتن تموج كموج البحر كما قال حذيفة رضي الله عنه ما الخمر صرفا يعني خالصة بأذهب لعقول الرجال من الفتن يعني الفتن تذهب بالعقول أشد من الخمر وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن ما معنى يتقارب الزمان سريع الإنقضاء قصير ونحن والله فيه والله نحن فيه ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل الآن القتل كثير أم لا ثم قال حتى يكثر فيكم المال فيفيض رواب الخارج المسلم والآن أموال أرصد هائلة في المصارف أموال طائلة وطبعا في ناس تموت من الفقر تموت من الجوع الفتنة في اللغة المحنة والاختبار ما يعرض للمسلم من بلايا ومحن في أمور دينه ودنياه فيتميز المؤمن من غير المؤمن والصادق من الكاذب ويعرف الثابت من المتقلب والمتلون في ناس تثبت على الدين في ناس تثبت على الحق الذي تعرفه في ناس ما غيرت ولا بدلت من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وفي ناس زلت بهم الأقدام كانوا على الحق صاروا على الباطل كانوا على السنة صاروا على البدعة كانوا على الطاعة صاروا على المعصية غيروا بدلوا انتكسوا فتنوا في ناس كانوا يعرفون أن هذا حرام اليوم صار عندهم حلالا سائغا في ناس خلص المفاهيم انقلبت ويعني ما كان من أول معروف صار الآن منكرا ما كان معروفا صار منكرا مصيبة والله الفتنة في الدين يعني فتن كقطع الليل النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال اعملوا اعملوا اعمل يا أخي ختمات قرآن اعمل صدقات اعمل بناء مساجد اعمل صيام اعمل قيام قم قم طلب العلم اطلب العلم اطلب العلم اطلب العلم اطلب العلم ذكر استغفار دعاء ادعية ترى يمكن يجيك فتن ما الواحد يصير عنده عقل يركز لكي يدعو وليس عنده عقل يركز حتى يقرأ قرآن بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم هذا وحي من علم الغيب يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم يعني هو ينذرنا ينذرنا والله الواقع فيه يعني بدايات هذه الانذارات مشاهدة الآن مشاهدة يقول اعملوا الصالحات قبل تعذرها والاشتغال عنها بالفتن التي كالليل المظلم والناس ما يثبت فيهم الواحد يمسي مؤمن يصبح كافر يصبح مؤمن يمسي كافر الفتن تقريبهم في اليوم الواحد انقلابات وشبهات واختلاط الحق بالباطل والهدى بالضلال ما عدنا على فتن ثم النفاق ينتشر بدع تنتشر خوارج مرجئة باطنية فتن الشهوات شهوة النساء والأولاد والأموال التي تجعل الواحد يتنازل عن أمور إذا ما أحسن تربيتهم إذا ما أحسن إدارتهم ثم في فتن عجب خيالاء الحرص على المناصب حب الثناء والمدح فتنة بادلوا بالأعمال فتنة يعني قبل حلول الفتن لاحظ الحديث بادلوا بالأعمال فتنة قبل أن تقع الفتن التي تشغلكم وتنسيكم وتأخذ بعقولكم وتقلبكم قلبا الإنسان ضعيف الشبخة الطافة تخطف القلوب ضعيفة وبعدين مو كل الناس عندهم علم شرعي مؤسس مؤصل صحيح كثير ناس ومن الناس ما يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به والله هذا دين ممتاز وإن أصابته فتنة لا لا الالتزام والاستقامة هذه ما ما جابت لي خير ما نعم ما راح وظيفتي راحت فلوسي راحت وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين في حديث آخر بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة أو خاصة أحدكم يعني الموت أو أمر العام ما يعني القيامة شو الحديث رواه مسلم بادروا بالأعمال ستا يعني قبل أن تقع ستا ما هي طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال طبعا دخان يغشى الناس ويعم الأرض ويأخذ المؤمنين من آباطهم يأتيهم والكفار يبقون تقوم عليهم الساعة بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة خاصة أحدكم يعني الموت كل واحد له موتة خاصة والعامة القيامة لتقوم على الجميع في آخر الزمان آخر جيل من البشرية بادر بالأعمال قبل ضعفك وعجزك اغتنم خمسة قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك العمل الصالح يثبت الإنسان ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيت الإجتهاد في العبادة في زمن الفتن أجره شيء شيء عظيم قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج يعني في اختراط الأمور والفتن والالتباس العبادة في الهرج وفي الفوضى العبادة في الهرج كهجرة إلي يعني في الفضل والأجر مثل الهجرة من مكة إلى المدينة ولذلك ينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم نجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن وثبتنا على الحق يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك واصرف قلوبنا إلى طاعتك